كما سجلت أيضا مصالح الحيمة المدنية لولاية غيريزان خلال 24 ساعة أخيرة وفاة شخصين في حادثين مرور الأول تمثل في استدامة سيارة بشخص في منطقة تولاد بوصعيد على مستوى طريق الولاي رقم 12 ببردية القلعة أصفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 56 سنة تم تخويله إلى العيادة المتعادة للخدمات في يلل أما الحادثة الثانية فتمثل في وفاة شخص بعد سقوطه من على دراجة نارية يبلغ من العمر 32 سنة بالقرب من محور دوران على مستوى طريق الوطني رقم 4 تم تخويله إلى مستشفى محمد بوزيا في عاصمة الولاية